اشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بنجاح الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة باب الفاتيكان إلى مملكة البحرين والتي شكلت محطة تاريخية ورسخت نهجة ورؤى جلالة الملك المعظم التي تصب في نشر السلام والتعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الإشادة وثناء برعاية جلالة الملك المعظم لملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني مشيرا إلى أن الملتقى جسد أسماء صور التعايش والحوار والمحبة بين مختلف المذاهب والأديان على أرض مملكة البحرين وأكد معاليه أن مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم ستظل كما عرفت منذ مئات السنين ملتقى الحضارات والأديان ومركزا لمختلف الثقافات والمعتقدات